السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلا خير اليوم اغنوجد معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع اسفنجي كنتمنى فعلا انكم تجربوه كيجي لديد بزاف المقادر بسيطة مشيش حاجة ليه مكلفة ولكن واحد الكيك اللي كتجي راقية في شكل دياله هامروية ممكن توجدوها لضيوف ديالكم توجدوها لاطفال ديالكم سهلة وضغية كتوجد كنتمنى تعجبكم كيف ما اعجبوكم الكيكات اللي نزلت من قبل كنتمنى تبرتجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم ندوزو دبا المقادر وطريقة تحضر بسم الله على بركة الله سنبدو في الجينواز بالنسبة للجينواز نفس الجينواز اللي خدمتها في الفيديو السابق ثم بغيتوا تعملوا الكيك العادي ستعملوا الكيك العادي سنخلكم روابط لفيهم كيك بيضة واحدة وكيك بجو بيتات سنحتاجوا 120 جرام ديال السكر 100 جرام ديال الدقيق و20 جرام ديال كاكاو إذا كنتوا تعملوا الكيكة بالفاني حتى هذه 20 جرام ديال كاكاو ستعودوها بالدقيق يعني 120 جرام ديال الدقيق وعندي أربعة ديال بيتات ستدكت عليهم هنا السكر أربعة معلقة كبارين مملوئين ديال السكر ما يوعد الكاس إلا ربع ديال السكر سنيدة وهنا سيحتاجوا الطراب الكهربائي ضروري تطرب واحدة خمسة دقائق حتى العشرة دقائق كل واحدة وطراب دياله انتما غدي تشوفوا معي حتى غدي تغير اللون دياله كما قدكم اللي بغى تتعوض هاد الجينواز بالكيك العادي ببيضة وحدة أو جوج بيضات غدي نخلي لكم روابط في صندوق الوصف هما كيكت ناجحين وكيجي ولدادين بززف هنا يصفي كما كتشوفوا هنا تقريبا واحدة ثمانية دقيق كانوا تطربوا معي بحالة شكل هذا كيرجع اللون ديالهم أبيض فاتح كما كتلاحظوا ضروري أنكم تحصلوا على هاد القاوم هذا باش كتحصلوا على جينواز ناجحة وكتكون خفيفة هنا غدي نضيفوا الدقيق لا جوج دفوعات هو الكاكاو بلا ما تضيفوا لخميرة لا زيت لا حليب لا اتحاجة يعني كان نقصوا كنزيدوا الكمية ديال البيتات ولكن كان نقصوا من الزيت والسكة من الزيت والحليب والخميرة كذلك سوف هنا ضروري أنكم تخلطوا كما كتشوفوا معي على هاد الشكل هذا من الفوق الأسفل كتخلطوا غيب شوية بحالة الشكل هذا لأن لو خلطتوا بالزربة هاداك الخالط ديال البيتات والسكر غادي هبط يعني من بعد جينوازي لكم غادي جيكم هابطة نازلة كنخدموا بهالطريقة هادي باش كنحفظوا على القاوم دياله ومن بعد كنضيفوا الكمية الثانية ديال الدقيق يعني كنضيفوا على جيد دفوعات وفي هاد الأثناء هادي أنا شعلت الفرن �اء ميتين دراجا ميتين quid 20 دراجا إذا كان الفرن ديالكم كيسخن على ميت وتمانين دراجا كيسخن مزيان نصافي غادي distinguولو 11 دقايق كيسخنا على كموقت نائين وميتين دراجاي لأن كل الفرن اللي كتكونEveryone ميتين دراجاي ميت يعني ميت وثمانين دراجا دياله المهم الفرن يكون ثلث اللي الجينوازة هادي قطب الضغية كا funniest دقايق وشط دروري الفرن يكون ثلث صفا في كما كتلاحظو هذا هو القاوم المكونات يجنسوا مع بعطيتهم وهنا نجي بالمول القطر دياله 26 سنتيم غادي جي طبعا مشارقة عالية بزاف ومشارقيقة إذا كنتو غاديت عن المول أصغر غادي جيكم جي نواز عالية ممكن أنكم حتى تقسموها في النصف القطر دياله 26 سنتيم دهنتو بالزبدة ضروري أنكم تدهنوها بالزبدة أو بالزيت ترشوها بشوية ديال دقيق سوف نحاولو أننا نفرغو الخاليط وغيب شوية باش الخاليط ما غاديش يهبط كنحاولو نسوي الوجه دياله غادي ندخل الفران الطاوى في الوسط ماشي في الأسفل وماشي الفوق في الوسط كيما أخذتكم عشرة دقايق كتكون طيبة ممكن نزيدو حتى جوش دقايق يعني من عشرات اتنشر دقيقة كتكون صافي طيبة العفيام الفوق ومن الأسفل كيما كتشوفو معايا جي نواز كتكون طيبة وكتجي خفيفة لديدة بزاف هلان غادي نسقيها بالحليب أو ممكن تسقيوها بالنس كافي أو بالسيرو كاس ديال السكر تعملوا مثلا كاس عفون كاس ديال الماء مع تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال السكر والفاني كتخليهم يدوبوا حتى كي يبردوا عاد كتتسقيو بهم بالنسبة الكرامير غادي نحتاجوا كاس ديال السكر مهم انتو ما استعملوا اي كاس بغيتو ماشي ضروري الكاس هادا كاس ديال السكر سانيدا غادي نوضعوا على النار تكون مهيلة في حشماعة وماتحديوهاش في اللول يعني متأديوش السكر في الأول كيما تشوفوا معايا حتى كي بدي يدوب هانا في هادا المرحلة هادا عاد قديدة السكر ولكن نرمهيلة هنا من بعد كم قد نحرك 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 حتى كيدوب هاداك السكر تماما كيتغير اللون دياله كيما كتشوفوا معايا ضروري ان يدوب السكر يعني كتحسوا هاداك السكر ده تماما صافي كيما كتشوفوا وهنايا غادي نكون انا كنوجد الخاليط آخر تاني عندي جوج كيسند الحليب عندي كاس اللول عملته في الكاس الكبير وزيت عليه الكاس الثاني ديال العنبة وعندي جوج معالق كبارين ديال النشا اللي هي ميزينة كيما كتشوفوا معايا بالنسبة للحليب 400 ميلي ديال الحليب وضروري نخلطه مزيان هاد المكونات وعندي كاس ديال الماء اللي غادي يكون سخون من الاحسن كيما كتشوفوا معايا نفس الكاس اللي عبرت به السكر هو نيتو اللي عبرت به الحليب والماء يعني كاس ديال الماء وجوج كيسند الحليب هنا عندي انا اللوز مقلي هي كتخدم بالكوكو انتو ما اللي بغيتو بغيتو الكوكو بغيتو اللوز صافي هنا مباشرة بعد ما كيدو هادك السكر كنضيف عليه الماء لاش قوت لكم عملو المسخون باش ما كتحصلوا شي على ذيك الفقاعات كما كتشوفوا هنا اياه صافي كنبقى نحرك حتى كيدو بتماما وكنضيف هادك الخارط ديال الحليب اللي عندي فيه النشا بالنسبة للسكر كتبقى وتخلطوا تخلطوا حتى كيدو بتماما ما تخافوا شي منه لانك يدو في الآخر صافي من بعد كنضيفوا واحد المعلقة كبيرة تقريبا 25 جرام ديال الزبدة صافي وكنبقى نحركوا حتى كيعقد الخالط في حالة الشكل هذا كنضيفوا هادك اللوز كما قوتكم ممكن تعملوا اللوز ممكن تعملوا البيين بالنسبة للوز قليتو يعني سلقتو وقليتو قشرتو طبعا وقليتو وقسمتو في النصف اذا كان عندكم بيين من الاحسن انكم تستعملوا هادك البيين اللي هو الكوكو بالاقشور وضروري يكون محمر ما يكونش يخضر صافي وكنفراغ الخالط وبالنسبة هاد الكيكات هادو يعني من الاحسن يستحسن انكم توجدوهم بكري ضروري لان نقصوا ميبردو بالخصوص الكيكات اللي كيجوا مساقين سواء الجينوار سواء الكيك العادي اللي كيكونوا مساقين يعني من الاحسن انهم يكيباتوا او مثلا كتوجدوهم بكري وفي العشيات كتقدموهم هنا كنزين هكذا خطوط بالنسبة للشوكولات كتبقى اختيارية ماشي ضروري انكم تضيفوها صافي كما كتشوفوا بالنسبة للزين كيبقى اختياري كما قدتكم ممكن تخليوها كيفما هي اصلا مزينة راسا ولكن هادو الخطوط يعني كاضافة صافي هنا ضروري كما قدتكم تخليوها تبرد انا ما خليت شي صراحة تبرد يعني حاولت انني لحسب تصوير نقدم معاكم تقريبا غير اربع ساعة خليتها تبرد غير اربع ساعة ما كانت شي كافية لان الكراميل ضروري انه يقبض فراسهم زيان مع الجنواز وكما كتشوفو هادو الشكل دياله كتجي شي حاجة رائعة انيقة في الشكل دياله انتم ممكن تقطعوها متلتات ممكن تقطعوها مربع كيبقى لكم الاختيار لحسب ولكن كما كن اكد لكم ضروري انكم تخليوها تبات شوفو معايا اذا كانوا غيجوا عندكم الضيف ديالكم يعني يستحسن انكم توجدوها مثلا في الليل باش في النهار يعني كيبقى لكم اصلا الوقت وفي نفس الوقت يعني الكيكة كتكون شاربة في السيرو اللي عملتو او الحليب اللي عملتو واحتى الكراميل كيعقد كان هذا وشك نهائي هذا قطعت الطرف الثاني كما كتشوفو معايا كانت من الفيديو يعجبكم تبرتاجو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم هنا قد يمكن وصلنا اخر فيديو الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة